كما أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف تجمعا لقوات الاحتلال في ثكنة الشميرة وزرعيت مؤكدا أنه حقق إصابات مباشرة كما أعلن حزب الله أنه استهدف شمال إسرائيل والداخل المحتل برشقة صاروخية كبيرة حيث دوت سفرات الأنظار في إصبع الجليل وفي كريود شمال حيفا من جانبه أكد جيش الاحتلال أن حزب الله أطلق منذ صباح اليوم أكثر من مئة صاروخية ومثيرا إلى إصابة أربعة منازل في شمال إسرائيل